السلام عليكم مرحبا مجددا دائما في درس التواصل العصبي لسنة أولى باكالوريا علوم تجربية وبالضبط في محور الثاني طبيعة السويالة العصبية في الفيديو السابق تعرفنا على المفهوم الأول وهو مفهوم جهد الكومون وقلنا بأن جهد الكومون هو فرق الجهد الكهربائي بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي للليف العصبي في حالة راحة يعني في غياب أي تهيج وقلنا بأن جهد الكومون يساوي تقريبا ناقص 70 ميليفولد وتعرفنا كذلك على أصل جهد الكومون وقلنا بأن سببه هو التوزيع الغير المتكافئ للأيونات بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي للليف العصبي وخصوصا أيونات الفوتاسيوم هذا التوزيع الغير المتكافئ قلنا بأنه يسبب تراكم للشحنات السالبة في الوسط الداخلي وتراكم للشحنات المجابة في الوسط الخارجي وهذا ما يسبب جهد الغشاء أو جهد الكومون في حالة راحة في هذا الفيديو سنتعرف على المفهوم الثاني وهو مفهوم جهد العمل إذن إذا أخذنا هذا الليف العصبي وقمنا بتهييج فعال ماذا سنلاحظ؟ سنلاحظ استجابة نلاحظ استجابة على شاشة كاشف التذبدل هذه الاستجابة تسمى بجهد العمل إذن ماذا يعني جهد العمل وما هو أصله؟ إذن أولا لتوضيح كيف حصلنا على هذا التسجيل سنعتمد على هذا النموذج إذن دائما في العدة التجريبية نستعمل كاشف التذبدل هنا لدينا إلكتروضين مهيجة وهنا إلكتروضات المستقبلة الإلكتروض الأول الذي سميناه إرأى نضعه داخل الليف العصبي والإلكتروض الثاني نضعه خارج الليف العصبي يعني في الوسط الخارجي ونقوم بإيهاجة فعالة إذن عندما نقوم بتهيج نلاحظ هذا الشكل وهو ما يسمى بجهد العمل إذن على كاشف التذبدل نلاحظ هذا الشكل يعني النقطة الضوئية تنحرف على هذا الشكل الآن قبل أن نفسر أصل جهد العمل لنبدأ من الأول يعني إذا كانت شدة الإيهاجة الصفة نقوم بإيهاجة لا نحصل على شيء نحصل فقط على خط مستقيم أفقي وهو جهد الكمون يعني يساوي تقريبا ناقص 70 ميلي فولت نزيد في شدة الإيهاجة مثلا نضعه في واحد ونقوم بالتهيج نلاحظ إيهاجة لكن وزع الاستجابة ضعيف نزيد في شدة الإيهاجة ونقوم بالإيهاجة نلاحظ أن وزع الاستجابة ازداد ولكن لم نحصل على جهد العمل نزيد في شدة الإيهاجة نفس الشيء ونقوم بالإيهاجة نلاحظ الآن ظهور جهد العمل يعني هذه الإيهاجة فعالة الآن عندما نزيد في شدة الإيهاجة ونقوم بنفس الإيهاجة نلاحظ دائما نفس الشكل نزيد إلى 6 ونقوم بالإيهاجة نفس الاستجابة 7 نفس الاستجابة إذن الآن ماذا نقول التهييجات 1 و2 و3 لا نحصل على استجابة وبالتالي هي تهييجات غير فعالة وعند شدة التنبيه 4 نحصل على استجابة تسمى بجهد العمل إذن هذه الاستجابة تسمى بجهد العمل وعندما تتجاوز شدة التهييج القيمة 4 نحصل على نفس الاستجابة وهنا نستخرج خاصية مهمة للعصب وهي خاصية الكل أو العذم يعني الحصول على استجابة تطلب تجاوز عتبة التهييج يعني أي تهييج تحت هذه العتبة لن يعطينا استجابة وأي تهييج فوق العتبة سيعطينا نفس الاستجابة هذا ما يسمى بخاصية الكل أو العذم للليل العصبي الآن كيف نفسر جهد العمل التفسير الأول الذي سنعتمد عليه هو التفسير الكهربائي ثم بعد ذلك التفسير الكيميائي إذن هذا هو جهد العمل هذا هو التسجيل الذي نحصل عليه بعد إهاجة فعالة والذي سميناه بجهد العمل ونلاحظ أنه يتكون من مجموعة من المراحل والتي سنحاول تفسيرها كهربائيا أولا بالنسبة للعدة التجربية دائما نستعمل كاشف التذبد ولدينا ليف عصبي وللتذكير بأن داخل الليف العصبي تكون شحنته سالبة وسطح الليف العصبي تكون شحنته موجبة هنا لدينا إلكتروذين مهيجين إذن هنا سنقوم بالإهاجة والإلكتروذ المستقبل الأول إرأى نضعه داخل الليف العصبي والإلكتروذ الثاني الذي يسمى الإلكتروذ المرجع نضعه في خارج الليف العصبي ونلاحظ كيف ستنحارف النقطة الضوئية في شاشة كاشف التذبد إذن في الأول قبل التهييج ماذا نلاحظ؟ خط أفوقي يمر من ناقص 70 ميل فول وهو جهد الكومون بعد ذلك إذن عند التهييج ماذا نلاحظ أولا؟ نلاحظ تغير في الشحن الكهربائي يعني إزالة الاستقطاب الشحن السالبة أصبحت في الخارج والشحن الموجبة أصبحت في الداخل وهذه هي عبارة عن سيالة عصبية والتي ستنتقل عبر الليف العصبي وماذا نلاحظ على كاشف التذبد نلاحظ تسديل صغير وهو ما يسمى بحادث التنبيه والتي تتزامن مع لحظة الإيهاجة ماذا بعد ذلك؟ ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أن السيالة العصبية تنتقل عبر الليف العصبي ونلاحظ أن إزالة الاستقطاب أصبحت في هذه المنطقة التي توجد بين منطقة التهييج والإلكتروض المستقبل وعلى كاشف التذبدب نلاحظ فقط خط أفقي وهو ما يسمى بزمن الكومون وهي المدة الزمنية التي تستغرقها السيالة العصبية لتمر من منطقة التهييج إلى الإلكتروض المستقبل المرحلة الثالثة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن السيالة العصبية قد وصلت بالفعل إلى الإلكتروض المستقبل وماذا حدث على كاشف التذبدب؟ نلاحظ انحراف النقطة الضوئية نحو الأعلى إذن لماذا انحرافت النقطة الضوئية نحو الأعلى؟ نلاحظ هذا النموذج إذن نلاحظ وصول السيالة العصبية إلى الإلكتروض المستقبل ماذا يعني؟ يعني أن سطح العصب أصبح سالبا في هذه المنطقة وداخله أصبح موجبا إذن ماذا يعني؟ يعني أن الصفيحة الأولى كيف أصبحت؟ أصبحت أيضا موجبة والصفيحة الثانية كيف ستصبح؟ ستصبح سالبة وبالتالي الحزمة الضوئية التي قلنا عبارة عن إلكترونات كيف ستنحرف؟ إذن هنا لدينا هذه موجبة والإلكترونات سالبة والصفيحة الثانية ستكون سالبة وبالتالي سيحدث تنافر بين الإلكترونات وهذه الصفيحة وستنحرف النقطة الضوئية نحو الأعلى وهذه المرحلة تسمى بمرحلة إزالة الاستقطاب يعني أن الشوحن تغيرت من جهتي الغشاء سطح العصب أصبح سالبا وداخله أصبح موجبا ماذا بعد ذلك؟ لدينا المرحلة الموالية ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن السيالة العصبية ابتعدت عن الإلكتروض المستقبل إرأة وعلى كاشف التذب ثم نلاحظ أن النقطة الضوئية انحرفت نحو الأسفل إذن لماذا انحرفت نقطة ضوئية نحو الأسفل؟ وبكل بساطة لأن الليف العصبي على مستوى الإلكتروض المستقبل أصبح في حالته العادية وبالتالي انحرف النقطة الضوئية نحو الأسفل وهذه المرحلة تسمى بمرحلة إعادة الاستقطاب يعني عودة الشوحن الكاربائية إلى حالتها الأصلية يعني سطح العصب تصبح شحنته موجبا وداخله تصبح شحنته سالبة يعني في الحالة العادية ولكن إذا لاحظنا هنا جيدا نلاحظ أن النقطة الضوئية تجاوزت جهد الكمود هذه المرحلة تسمى بمرحلة الاستقطاب المفرد سنتعرف على سبب هذه المرحلة فيما بعد تسمى بمرحلة الاستقطاب المفرد بعد ذلك يعود العصب إلى حالته الطابعية وهو جهد الكمون إذن هذا هو التفسير الكهربائي لجهد العمل إذن كتلخيص قلنا نحصل على مجموعة من المراحل أولا نحصل قلنا في الأول على تسجيل صغير وهو ما يسمى بحادث التنبيه ويتزامن مع لحظة الإيهاجة بعد ذلك يأتي زمن الكمون وهي المدة الزمنية التي تقطع فيها السويل العصبية من منطقة التهييج إلى الإلكتروض المستقبل ثم تحدث إزالة الاستقطاب ثم بعد ذلك إعادة الاستقطاب ونلاحظ استقطاب مفرد ثم يعود العصب إلى حالته الطبيعية يعني في جهد الكمون الذي يساوي ناقص 70 ميليفول وقلنا للحصول على جهد العمل يجب أن تتجاوز شدة الإيهاجة العتبة ماذا بقي الآن؟ بقي التفسير الكيميائي لجهد العمل وهو المهم إذن التفسير الكيميائي لجهد العمل سنتعرف عليه في هذا النموذج إذا أخذنا هذا الليف العصبي وقمنا بإيهاجة فعالة ماذا نلاحظ؟ عند وصول الأسوية العصبية نلاحظ دخول بعض الأيونات وخروج أيونات أخرى وهذا متزامن مع تسجيل جهد العمل إذن كل شيء يحدث على مستوى غشاء الليف العصبي نقوم بتقريب هذا الغشاء ماذا نلاحظ هنا؟ إذن للتذكير كما قلنا سابقا هناك قنوات التصرف إذن هذه قنوات التصرف بالنسبة للبوتاسيوم وقنوات التصرف للصوديوم كذلك نلاحظ وجود قنوات أخرى ولكن في حالة راحة نلاحظ أنها مغلقة إذن عندما نقوم بإيهاجة فعالة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انفتاح هذه القنوات إذن كما نلاحظ هنا أن هذه القنوات خاصة بالصوديوم وهذه القنوات خاصة بالبوتاسيوم وتسمى بالقنوات المرتبطة بالفولتية إذن لدينا نوعين من القنوات قنوات التصرف غير مرتبطة بالفولتية يعني تبقى مفتوحة على طول وقنوات مرتبطة بالفولتية يعني تفتح عند وصول السيالة العصبية إذن لنعيد الإيهاجة إذن عند الإيهاجة ماذا نلاحظ؟ انفتاح هذه القنوات ولكن متى تفتح القنوات الخاصة بالصوديوم ومتى تفتح القنوات الخاصة بالبوتاسيوم إذن لنعود إلى الخل إذن في الأول قبل وصول السيالة العصبية إلى الإلكتروض المستقبل إذن هذه السيالة العصبية كيف كان إشاء الليف العصبي؟ كانت فقط قنوات التصرف مفتوحة وعند وصول السيالة العصبية إلى الإلكتروض المستقبل ماذا حدث في الغيشة؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انفتاح لقنوات الصوديوم المتعلقة بالفولتية ودخول كميات كبيرة من الصوديوم إلى داخل الليف العصبي إذن في الأول سطح الليف العصبي كانت شحنته موجبة وفي الداخل شحنته سالبة بعد دخول الصوديوم عبر قنوات متعلقة بالفولتية ماذا حدث؟ هناك إزالة الاستقطاب إذن هذه هي مرحلة إزالة الاستقطاب يعني ماذا حدث؟ سطح الليف العصبي أصبح سالبا وداخله أصبحت شحنته موجبة والسبب هو دخول الصوديوم إلى داخل الليف العصبي والصوديوم شحنته موجبة وبعد ذلك ماذا يحدث؟ نلاحظ انفتاح قنوات البوتاسيوم المتعلقة بالفولتية وخروج البوتاسيوم من داخل الليف العصبي إلى خارج الليف العصبي حسب ممال التركيز وبالتالي نلاحظ إعادة الاستقطاب يعني سطح الليف العصبي رجع إلى حالته الأصلية شحنته موجبة وداخله أصبحت شحنته سالبة وهذه هي مرحلة إعادة الاستقطاب وبعد ذلك نلاحظ هذه المرحلة مرحلة الاستقطاب المفرد نلاحظ أن النقطة الضوئية تجاوزت جهد الكمون وسبب هذا الاستقطاب المفرد هو أن هذه القنوات قنوات البوتاسيوم المرتبطة بالفولتية تبقى مفتوحة بعض الوقت وبالتالي خروج كميات كبيرة من البوتاسيوم إلى خارج الليف العصبي وهو ما يؤدي إلى تراكم شحناء تالبة أكثر في الداخل بعد ذلك انغلاق هذه القنوات المتعلقة بالفولتية وعودة الليف العصبي إلى حالته الطبيعية ولكن نلاحظ في هذه المرحلة كما نلاحظ هنا لا يمكننا إيهاجة الليف العصبي وهذه الفترة تسمى بالدور المقاوم خلالها يكون العصب غير قابل للتهيج إذن هذا هو الأصل الكيميائي لجهد العمل لنعيد في الأول قلنا جهد الكمون هنا يعني قبل وصول الإيهاجة إلى الإلكتروض المستقبل إذن لدينا هنا المرحلة الأولى هي إزالة الاستقطاب وسبب إزالة الاستقطاب هو وصول السيالة العصبية تؤدي إلى فتح قنوات الصوديوم المتعلقة بالفولتية ودخول كميات كبيرة من الصوديوم حسب ممال التركيز مما يؤدي إلى تراكم الشحن الموجبة داخل الليف العصبي والشحن السالبة خارج الليف العصبي في المرحلة الموالية نلاحظ انفتاح قنوات البوتاسيوم وهنا نكون في مرحلة إعادة الاستقطاب إذن خروج البوتاسيوم من داخل الليف العصبي إلى خارج الليف العصبي حسب ممال التركيز يؤدي إلى إعادة الاستقطاب وعودة العصب إلى حالته الطبيعية ولكن نلاحظ مرحلة أخرى هي مرحلة الاستقطاب المفرن يعني أن النقطة الضوئية تجاوزت قيمة جهد الكمون وسببها كما قلنا هو استمرار قنوات البوتاسيوم مفتوحة لبعض الوقت مما يؤدي إلى خروج كميات كبيرة من البوتاسيوم وبالتالي تراكم شحنات كبيرة داخل الليف العصبي ثم بعد ذلك يعود الليف العصبي إلى حالته الطبيعية بعد انغلاق هذه القنوات وكذلك لا ننسى عمل المدخات التي تقوم بإعادة الصوديوم إلى خارج الليف العصبي والبوتاسيوم إلى داخل الليف العصبي للحفاظ على جهد الكمون إذن هذا فيما يخص جهد العمل أتمنى أن يكون ذلك واضحا وإذا كانت هناك أي أسئلة يمكنكم وضعها في التعليقات ونلتقي في فيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء